لدينا في الجزء الأول أيضاً جزئية خاصة بهدف المحاسبة Objectives of Accounting في هذه الجزئية نجاوب على سؤال هل المحاسبة مهمة؟ هل المحاسبة ضرورية؟ هل تستطيع المنشأة أن تعمل دون وجود علم المحاسبة؟ نشوف كده إيه هي الهداف التي تقوم المحاسبة بتحقيقها وسوف نصل إلى حقيقة أنه لا تستطيع أي وحدة أن تمارس نشاطاً بدون وجود المحاسبة فعندنا هدف المحاسبة بصفة عامة نستطيع القول أنه يهدف إلى توفير ما يسمى بالمعلومات وإحنا ذكرنا أن ذلك يتم من خلال ما يسمى بنظام المعلومات المحاسبي والذي يهدف إلى توفير المعلومات المالية ما هي نوعية هذه المعلومات المالية التي يقوم نظام المعلومات المحاسبية بتوفيرها؟ أهم هذه المعلومات هو تحديد النتيجة نتيجة نشاط الوحدة الاقتصادية خلال فترة من الزمن خلال فترة زمنية معينة هذه النتيجة قد تكون ربح أو خسارة المعلومة دي مهمة لأي وحدة اقتصادية لا تستطيع أي وحدة اقتصادية ونحن نركز على الوحدات الهدفة إلى تحقيق الربح أن تعمل بدون أن يتوافر لديها معلومة عن الربح الذي حققته أو الخسائر التي حققتها ثم بعد ذلك لدينا معلومة مهمة أخرى تسمى بالمركز المالي هذا المركز المالي نريد تحديده يحدد عادة في تاريخ معين في نهاية فترة معينة يعني إحنا بيكون عندنا فترة اللي إحنا بنعمل عنها الدخل في نهاية هذه الفترة نريد تحديد ما يسمى بالمركز المالي وهو عبارة عن من أين أتت أموال الوحدة الاقتصادية أو المنشأة أو ما هي ما يسمى بمصادر هذه الأموال وفي أي الأوجه تم استخدام هذه الأموال إذا تمت المقارنة بين المصادر والاستخدامات نكون نتحدث عن المركز المالي أي وحدة تمارث نشاطاً لابد لها من أن تعرف ما هي الأشياء التي تمتلكها وما هي الأشياء التي هي حق عليها الحق عليها هو المصادر اللي جت لها منها الأموال وما تمتلكه هو الأوجه التي تم فيها استخدامات الأموال نستطيع القول أن نقول أن المعلومتين دولاً هم أهم المعلومات التي تهدف المحاسبة إلى توفيرها أو على الأقل للتبسيط في هذا المستوى وهو مستوى المبادئ المحاسبية نستطيع أن نقول باختصار شديد أن المحاسبة تهدف إلى توفير نتيجة النشاط ثم بيان المركز المالي في نهاية فترة معينة أو بمعنى آخر الهدفين دولاً أو المعلومتين دولاً هم اللي هيكون عليهم التركيز خلال هذا المقرر لكن لدينا بعض المعلومات الأخرى التي تهدف المحاسبة إلى توفيرها وطبعاً سوف يتم تناولها بتفصيل أكبر في مقررات محاسبية لحقة مثل إيه بقى؟ سوف يوفر لنا معلومات عن ما يسمى بصافي التدفقات النقدية أو نيت كاش فلوز وطبعاً هنا بنتناول ما يسمى بالمتحصلات النقدية والمدفوعات النقدية التي قامت بها الوحدة الاقتصادية خلال الفترة التي تم تحديد النتيجة خلالها نلاحظ الآن أن النتيجة تحدد عن فترة وكذلك صافي التدفقات النقدية تحدد عن فترة بينما أن مركز المالي يحدد في نهاية فترة معينة لدينا أهداف أخرى للعلم المحاسبة أنه العلم المحاسبة يقوم بتسجيل جميع عمليات الوحدة الاقتصادية وبالتالي أنا عندي زي ما يسمى بالسجل أستطيع أن أتعرف على جميع العمليات بتاعتي لو أنا بوقتي من الأوقات أردت أن أتعرف على العمليات التي تمت يوم واحد اثنين مثلاً أرجع إلى هذا السجل واشوف التاريخ اللي فيه وأعرف العمليات التي تمت هذا يساعد أيضاً في تحقيق هدف آخر وهو توفير وسيلة تساعد الوحدة على تحقيق الرقابة على العمليات التي تقوم بتنفيذها وهذه العمليات المالية التي يكون فيها تعامل بالنقود وبالتالي نحن نريد أن نحقق نوع أكبر من الرقابة على هذه التعاملات حتى لا يحدث أي نوع من أنواع الإضرار بالوحدة الاقتصادية